مرحبا حضراتكم مرة تانية معنا في صباح النور وكنا بنتكلم من شوية على موضوع النسيان سواء أطفال أو كبار كلنا ساعات كده بنسأل نفسنا إحنا بقينا بننسى هل إحنا بنعمل حاجات غلط بنأكل بشكل معين أكلات هي اللي ممكن تكون بتضعف الزكرة وبتخلينا ننسى في ظل بقى الأكل التكوي واللي بنستسهله والسريع وأكل الشارع ولا لا إليش بنأكل أكل صحي طيب لو أنا هركز وهيكل في البيت والأكل الحاجات اللي بيعود يقولون عليها دي مكلفة شوي فإيه الحاجات البسيطة اللي أنا ممكن أكلها وتساعد إن زاكرتي تبقى دايما نشيطة وإني أركز أكتر وإني أفتكر يعني تعالوا نشوف هل ممكن الأكل يساعد في دا ولا لا بساعدنا وشرفنا كده أستاذ دكتور محمد مسعود المدير التنفيذي لمركز معلومات الأمن الغذائي صباح الفل يا دكتور صباح الخير على حضرتك صباح الخير على حضرتك نهارنا جدا يا دكتور يعلم بي كفا يعني سؤال في البداية دور الأكل الحاجات اللي بتدخل بقنا دي كل واحد بيحب بقى اللي يحبه بقى اللي يحب التواجن واللي بيحب العيش الكتير واللي بيحب الرز اللي مش عارف إيه كل واحد فينا بيحب أكل الأكلات ودورها في أن هي تؤثر على صحتنا وذاكرتنا صح الأكل هو العناصر الغذائية اللي بتغذي مراكز الزاكرة أو بتغذي المخ فلو المخ ما بيحصلوش تغذية أو بتأثر على النيرو ترانسيمتر النواقل العصبية هي دي اللي بتعمل مشكلة وبتخلي الزاكرة تبتدي تقل أو الميموري نفسها ما تبقاش عندها الكباستي أو الساعة أن تستوعب المعلومات أو أن الطالب بيقاعد في حالة خمول طب أقول لحركة الحكة زمان وإحنا صغيرين كان يقولون إيه الوقت ده واك الفول على أساس أن الفول بيخل لا لا أنا محتاج أن أصلح بقى المعلومات أنا محتاج أصلح المعلومات أيوة فضل أول حاجة المخ الوظائف تحسين المخ المخ محتاج إيه محتاج أكسوجين هياخده من الهوى محتاج مية ومحتاج جولوكوز من الأكل أنا هقول بس الدور اللي بيحتاجه المخ طيب أنا لو في طفل لو في طفل عنده أنيميا إيه دور الأنيميا إنه يخلي الطفل ده كسلان ومش قلرت مش يقز وما بيستوعبش دي فعلا أحد العوامل الرئيسية المهمة جدا أن الطفل اللي عنده أنيميا ما بيستوعبش عشان ما فيش العناصر غذائية مطلوبة للمخ تحمل الأكسوجين أكسوجين بيتحمل فيه كرات الدم الحمرة على الهيموجنوبين فلو عنده نقص حديد ما فيش هيموجنوبين وبالتالي كمية الأكسوجين ما بتوصلش كمية كافية ما بتوصلش للمخ كمية الأكسوجين الكافية بينام عدد ساعات أكتر من ثمان ساعات فبيبقى في حالة خمول فبيخش في الطفل اللي عنده أنيميا نتيجة إما نقص الحديد أو عنده براستيك انفكشن طفايليات أو أي حاجة بتمص الحديد اللي حتى لو كان بياخد حديد بكمية وبيستفيد منها بس ما بيستفيدش منها داخل جسمه لأنه عنده طفايليات أو عنده أمراض تانية بتؤدي منها يعني أنا لو عملت الابن تحليل والإيه نقص عنده حديد يبقى غالبا هو مش بيركز في المدرسة ده 100% ليه؟ لأنه بيبقى تعبان بتعبان وعنده كسل وبينام بمعدل أكتر من ثمان ساعات فبيروح هناك ما بيبقى الشرقز عاوز ينام بس إحنا ساعات ما بنعرفش إنها أنامية وبنتهم الولاد بأنه يا إما غبي ما بيركزش زي صحابه بلومه لكن هو في سبب ده سبب سبب التاني السمنة طب السمنة طب نعمل إيه؟ عشان كده قلنا بنأكل الأسماك الدهنية السردين والسلمون والبوري والحاجات دي الأسماك دي ليه؟ لأن الأم جسري اللي فيها بتساعد النواقلة العصبية ما بتخليش فيه ترصب للدهون ما بتخليش فيه بتخلي فيه سرع التدفق للدورة الدموية داخل المخ يعني اختار السمك مش أي سمك أكله السمك الأسماك الدهنية الأسماك الدهنية عشان نركل مشتري إيه بس عشان الدهون اللي فيها فيها أوميجا سري هي طبعا مش أوميجا سري أنا مش عاود بسة أتوسع في الموضوع لأنه مش أوميجا سري اللي بتلعب دور الوحدة الأوميجا سري أوميجا 6 وأوميجا 9 ثلاثة وستة وتسعة بس أنا هميني أومي جسري ليه؟ عشان فيه تضفق للدورة الدموية للمخ وبالتالي بتخلي المراكز بتاعة اليقظة والزاكرة بتخليها قوية كل ما الإنسان يبقى عنده قبيستي أو سمنة كل ما حركة الدم بتبقى قليلة والضغط بتاعه بيبقى مرتفع كل ما بيبقى كمية الأكسوجين اللي وصلة من مخ قليلة وكسافة الدم ديت لما بتزيد نسبة الدهون اللي فيه كمان ما بتوصلش لعناصر الغذائية المهمة للمخ احنا اتكلمنا عن الأنيميا وتكلمنا عن السمن نتكلم عن عناصر تالت أنا هواضحها وهقول ايه الدور اللي بيلعبه مهم جدا ان احنا نبقى عارفين ان بعض التعرض للملوسات اللي خارج برة أو في الأكل اللي احنا بنكله ده عامل مهم جدا جدا وبلفط النظر لي في القناة المحترمة بتاعتكم ايه هي؟ وجود عنصر الألومنيوم طب عنصر الألومنيوم ده موجود في ايه؟ بقى بيترصب فيه جزء من المخ اللي فيه الزاكرة وهو ده اللي بيقدي لوجود زهايمر عنصر الألومنيوم فبدأ بيجي من ايه دكتورة؟ بيجي من ايه؟ كل الأواني الألومنيوم اللي احنا بنعملها حتى استخدام الألومنيوم فويل اللي احنا بنغطي بيه لأكله وبندخله جواب فورد انا بدي تحذير لانه فيه كتير جدا حتى من الناس المتعلمة ما عندهمش فكرة هو فيه الألومنيوم ده بيبقى ليه تركيب معين بس احنا بنضر بصحة الأطفال وصحة الشباب في مرحلة النبوة دكتور اللي احنا عندنا والشاي اواني لا واحدة 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 ده لسه الألومنيوم ما انا بتكلم على الألومنيوم والشاي لا انا بتكلمش دلوقتي الاكل اللي بنعمله للولايات فيه ناس عندها اصلا الحلل أو الأواني بقى ألومنيوم اوكي وفيه حاجات بتبقى عليها طبقة واول ما بتتشال وبتبقى ما الجراحة بكمل فيها فلت تحت ده ألومنيوم عشان دي هيبي متلز ومعادن تقيلة يعني الاتنين غلط ولا الاتنين غلط لازم نستخدم يا إما حاجات إزاز أو ستالستيل ودي طبعا غالية جدا ايو او نستخدم الحاجات اللي هي كان بيستخدمه فخار بس مش جليزد ما بقاش عليه ألوان بس الحلل اللي ستالست دي عادية ما فيهش مشكلة ده مه فدة جدا ما فيه حصلش تفاعل ما بين الغذاء والحلة اللي تمسل زي الموجود أي حاجة ألومنيوم دي فيها مشكلة كبيرة جدا بالضبط نيجي بقى طب الألومنيوم موجود شم في الأكل اه في أوراق الشاي العنق اللي ما بين الورقة والصاق عشان كده أنواع الشاي الرضيئة بيتركز عنصر الألومنيوم في العنق بتاع ورقة الشاي فلما بيجوا يبيعوا الشاي بيبقى درجات أكتر استهلاك للناس بتستهلك كمية شاي وبتحب بعض الأسر بتفضل بلاش بتحب بتفضل بعض الأسر اللي تدي كباية شاي بلبن الصبح للطفل قبل ما ينزل أيها أو للشاب قبل ما ينزل صح أو للماضج قبل ما ينزل ده غلط طب هي بقى في حاجة لازم نعرف أن الأنميا بتيجي من الشاي السادة أو الشاي اللي باللبن أو الشاي اللي بالقورنفي احنا بنحط اللبن عشان ما أنا هقول لها حضرتك ده عشان flavors ده علشان الطعب التلت أنا عامل أبحاث على المواضيع دي مش بتكلم مجرد لا أنا عامل أبحاث فعلا هيفرق الشاي ببكت ولا من غير بكت لا الشاي ببكت أو من غير بكت عشان البكت بتبقى معتعاملة بمادة الكولورين عشان تدي البكت دي ودي مادة ضرة بالصحة يا ساتر عشان كده معظم الناس دلوقتي تاخد البكت وتفكه وتحطه جوه البكت دي عبوة ده عبوة عشان تحفظ بس المادة لكن مش المفروض أنه أنا أحطها رجعنا الشاي باللبن بقى دكتوري الشاي باللبن أو الشاي السادة اللي اتنين كسرهم فيهم تنك أسد والتنك أسد بيرتبط بالحديد والكالسيوم والزينك اللي بيقدوا لوجود عدم الفهم والزهايمر والتخلف والأنينيا الشاي 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 طبعا مش هنقول أن إحنا بنشرب في إنجال واحد لا ده فيه الشباب دلوقتي بيأخذ بيأخذ كله نص ساعة كباية بالضبط ويقول لك أنا مش هبقى يأخذ هو فيه هو فيه الكافين الكشاي فيه كافين ضعف اللي موجود في القهوة على عكس الناس ما بتعتقد الكافين اللي موجود في الشاي ضعف اللي موجود في القهوة بس بنشوف إن القهوة بتصحصح أكتر ده حاجة نفسية نفسية لأنه هو كمان بيتناول القهوة كل نص ساعة بيقول له الفنجال بتاعي الفنجال بتاعي طب القهوة فيها حاجة تضعف الزاكرة؟ لا ولا ضرر الشاي أكتر فخلي لا إحنا بنتكلم على الكمية إن أنا بقى exceeding بستهلك كمية أكبر من اللي المفروض إن أنا أستخدم لو هاخد كباية واحدة مش مشكلة لكن لو أنا عاوز أشرب شاي في أي وقت بحيث إنه ما يأثرش على صحة الطفل أو صحتي أنا كإنسان كبير سواء للرجال أو للنساء دي نحط عليه لمون أو نعناع هيرتبط بحياله الشاي بالنعناع خلاص نسميها عادة وهو عود النعناع بها يعمل إيه بقى؟ نعمل الفرش أو درايد أو نحطه على الشاي يبقى هيقلل أو قللت ضرر هيشيل الضر بتاع إنه هو يتعتعل مع الحديد والزنك والكلسام وما يبقاش لي ضرر دا لو أنا محتاج إن أنا أشرب نيجي لعناصر أخرى بعض الأطفال أو بعض الشباب موجودين في مناطق بيبقى عرضة للتلاوث اللي هو إيه التلاوث ده؟ تلاوث من الجو تلاوث من أماكن موجودة فيها دخان عربيات دا بيبقى فيه عنص الرصاص عنص الرصاص أيضا بيؤدي إلى التخلف طب أنا عشان أكافحه لازم أكل أكل بطريقة معينة بحيث إن أنا أكافح هذه التلاوث طب التلاوث دا بيعمل إيه؟ هي دي بقى النقطة اللي أنا جاي عشان أقول للناس مش مهم إن أنا أقول لهم كله بيض وسمك ولبن وسبانخ وبرتقان وتوت كل العناصر دي والخضرات الورقية والسلطة كل العناصر دي مفيدة بس أنا عاوز أقول ليه هي مفيدة؟ عشان بتحتوي على مضادات الأجساد طب الناس بتسمع عن مضادات الأجساد حد يقدر يوضح لي أو حد قبل كده وضح إيه الدور اللي بتلعبه مضادات الأجسادة في الأجساد طب حكت بتقول خطورة التلاوث اللي عايشين في مكان فيها تلاوث نسبة الرصاص دي لما بديه نسبة الرصاص تؤدي للتخل فبقى الطف اللي عنده نسبة رصاص في الدم كبيرة تأثر علي ذهنيين ما بتخلهش لا يقز ولا عنده ولا قدر يفكر ده ما يجيب ألرت ده بتبقى ماشي معادي في الشارع والعربية بتزمر له وهو مش يقز يعني الناس اللي هي سحنا بعد المناطق الملوسة بكمية من الرصاص نتيجة الزراعات اللي فيها نتيجة اللي هي بتبقى على الطرف بتاع الطريق الدائري أو الحاجات اللي زي دي صعبة جدا فدي بتترصب عليها الرصاص كده أقول هو ماشي يتوه كده ليه هو أصلا مش في الدوني الكلمة دي بسبب التلوص والرصاص الدخان الكتير بيعمل التلوص ده بيعمل مشاكل للأطفال وهما صغارين كلهم يا ساتر عشان كده احنا لازم نمنع التلوص فبنقول ان احنا بنمنع التلوص احنا مش هنقدر ننقل مناطقنا اللي ساكنت يبقى ناكل ناكل ايه بقى ايو هيا دي بقى غير ناكل ايه احنا عاوزين نقول ايه الاكل اللي احنا بقوله ده يا اكل ملون يا صلطة يا خضروات يا برطقان فيه بيتامين سي طماطم فيها لكوبين كل الحاجات دي عبارة عن مضادات الأكساد يعني ايه كلمة مضادات أكساد ايه دي بقى اللي انا عاوز اوضح للناس اللي بتشاهد البرنامج ايه همية الدور اللي بتلعبه مضادات الأكساد عشان الناس لو استوعبته تقدر يقولك انا نحتاج ان انا كل اكل قلنا يا دكتور الخلية بتاخد الاكل كوقود للطاقة بتحرق الاكل جوه الخلية يتحرق الاكل جوه الخلية مع بيتحرق اكسوجين جوه الخلية عشان يضي طاقة وهو لما اول ما الاكل يتحرق والاكسوجين جوه الخلية بيتحرق مش بيضي طاقة بيطلع اتومز زرات وملكيولز جزيئات وبيطلع فري راديكال او شوادر حرة هي نتيجة الحرق بتاعت الاكل أي خلية وأي إنسان موجود على القرى الأرضية أي كائن حي يخش الأكل جوه الخلية مع وجود الأكسوجين جوه الخلية يتحرقه عشان يده طاقة للجسم البناء آدم وللأجهزة عشان تشتغل بينتج عن هذه الطاقة مع الطاقة دي جزيئات وزرات وفري راديكال شوادر حرة إيه بقى الشوادر الحرة؟ الشوادر الحرة دي بتيجي على الخلية نفسها بتعمل كذا حاجة بتعمل طفرات في الخلية وبتخلي عدم قدرة الخلية على الاستجابة أن ياخدش مغزيات أنا بدي له أكل وهو عنده مشكلة مش قادر يستقبل الأكل دا الخلاء نفسها ما بتاخدش المغزيات ما عندهاش القدرة فبيبقى الجسم مريض والجسم عنده خمول والجسم تعبان وقابليته الأمراض السكر والسرطان دول أخد وأمراض القلب التلاتة دول نتيجة أن الخلية حصلها دامج حصلها تلف عشان كده ربنا خلق لنا المواد المضادة للأكسادة تيجي بقى الفري راديكال زي أو الفريجمنت اللي طالعة دي تقوم جاية هي مسكاها هي بيبقى فيها جزيء في الاتنين إلكترون الحر دي تقوم جاية مسكة في الاتنين إلكترون الحر ما تخلقهاش ترتبط مع مواد تانية عملية ميكانيكية جدا عملية كيموية كيموية طب أنا عايزة أسأل حضرتك شفت عرفت أهمية المضادة للأكسادة شوقتيني شوقتيني إيه هي مضادات الأكسادة مضادات الأكسادة إيه هي بقى عندي فيتامين سي مضاد للأجسادة عندي الليكوبين اللي في الطماطم مضاد للأجسادة عندي في التوت المادة اللي اللونها أزرق أو اللونها أصفر أو أغضر ديت دي بتبقى أنسوسيانين مضادات أجسادة عندي في الخضروات الورقية الكلوروفيل ده مضادات أجسادة عندي البيتا كاروتين اللي موجود في الجزر مضادات أجسادة شوف أنا بقول كل الكلام ده ليه عشان نبقى عارفين إنه أنا باكل برطقان أو باخد جذر أو باخد أو باكل خص أو باكل خيار كل الألوانات الأصفر والأغدر والأحمر كل الألوانات دي من ضدات أجسد عشو كده يقولوا طبق الصلطة وألوان وحتى مش تعملها طبق صلطة قعبة روح تعالى على الألوان دي الألوان دي بيسموها فيتو كيميكالز دي الملونات في عندي فيتامينات فيتامين سي في عندي عناصر زي السيلينيوم وبيتامين اي لقيهم فين بقى دول دول موجود في بوقليات موجودين في الفراخ أكل سبانخ طب السبانخ دي فيها ايه؟ فيها فيتامين كاف كيه طب دي مهمة ايه؟ مهمة جدا عشان بيقدي إلى وجود مفيد جدا لصحة الدماغ سبانخ حديد السبانخ حديد السبانخ ما تتخذش بالطريقة اللي بتتعامل بيها اللي بيعملها الشعب المصر طبقل لنا بقى يا دكتور كلها ازاي؟ السبانخ فيها كمية أجزلات وفيها كمية حديد لما أجي أكل السبانخ وبتتعامل بالطماطم الطماطم فيها أجزلات والسبانخ فيها أجزلات بتتفاعل مع الحديد اللي موجود في السبانخ فبتخليش درجة استفادة عالية جدا من الحديد اللي موجود في السبانخ مالأكل السبانخ ازاي؟ ناكلها تتسلق ونرمي مية السلق فتخلصنا من الأجزلات في مية السلق ونعصر عليها لمونة ونبتدي ناكلها لو اتكلت كورق من غير طبق ناية فيها كمية الأجزلات فيها صعبة الهضم هي بتتعامل السلطة بيحب السبانخ قصد كده أني في ناس يعني في حاجات زي الأفوكادو النهاردة بقوا يعملوا سلطة يعملوا عصير يعملوا مش عرفة عاوز أقول لحضرتك بعض الترندات أو الاتجاهات بتتوجه نجيب قيمة غزائية لأحد أنواع الفواكه خاصة الغالية عشان يكسب أنه هو لما الناس اللي زينا بيطلعوا يقولوا القيمة الغزائية بتاعت الأفوكادو القيمة الغزائية بتاعت التوت الباري الناس بتقبل عليها يعني الأفوكادو ده وعتولي خدع يا دكتور لا هو مش خدع بس أنا ربما تكون القوة الشرائية في الظروف اللي احنا بنعيش فيها غير قادرة أنا أستخدم عصير لمون المادة مش غالية هاستخدم برطقان هاستخدم يوستفاندي ده فيه فيتامين سي سمحك قلت في البوكوليات فيه حاجات زي ما فيه في الفراخ وفي اللحوم أنا برضو في البوكوليات هناخد البيض طب البيض فيه فيه فيتامين دال ده هيقل الاكتئاب وفي نفس الوقت بيعمل على تحسين صحة الدماغ والمخ البيض بيقل الاكتئاب؟ عشان فيه فيتامين دال ده كوي عشان ناكل بس ده كوي بس مش بالطريقة اللي احنا بنبتدي بس لو انت بتاكل البيض متفكرش في سعره عشان ما تعدش تكتئاب أقرر في حاجة بطرق الوحدة كوي حتى لو بالطيل احنا بنتكلم بالنسبة ليكو كشباب لكن منكلم بالطريقة الطريقة اللي بتعمل بيه ما احنا ممكن نقعد نقليه ونحطه في سمنة ونحطه في زيت وبنغير للطرقشة المسلوق 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 حلو المسلوق كمان الصفار فيه فيتامين بيه ستة وفيتامين بيه اتناشر ودي مهم جدا للجهاز العصب طب هوجود في البيض طب هاخد سمك أفضل مئة مرة من ان انا قعد أتناول أدوية أو حاجات غالية السمن وفي اعتقادي ان هي دي اللي هتمنع طب اللي كنت هساعد للحضرة بديم البيتامينات ايوا بديم البيتامينات والأملاحة المعدنية من مصادر كمصادر تبية في الكابسولات دي اقل درجة استفادة من البيتامينات والأملاحة المعدنية الموجودة في الفكهة والخضار الطبيعي يعني اللي بياخد اوميجا ستري وفيتومين سي وكل الكلام دا كابسولات بياخد جزء يعني الاميجا ستري أعوض لو أنا ما قدرتش أحصل على كل الكمية لكن درجة الاستفادة تأتي من القضار والفكهة واللحوم والأسماك اللي أنا بتناول بيسأل حضرتك بيقولك في أسر بيبقى في جزء منها كده ما بيحبوش السمك نغير على طول بدايل في بيض حل في زيت العباد العادي في أمي جسري في زيت الحار في زيت الزتون بس أنا مش حاوز أقول زيت الكتان من أعظم الزيوت الموجودة اللي اتخلقت على القرق بس ما بتأثرش بالحرارة لما نحط على الفول زيت الزتون والزيت الحار وزيت الدرة لا تستخدم إلا على البارد عشان كده أنا ما أغيرش تركيب الأحماض اللي فيه الفول يعتبر بارئ يعني يعتبر لا ما أخدوش وسخنوا لا ما سخنوش يعني ما تحطش في بيضة مثلا بعد ما تخلص الفول وتسخنوا ببقى حقت عليه الزيت بقى إن كان الزيت الحار أو زيت الزتون الأطفال ما بيحبوش معظمهم للسلطة ولا الخضار مش هقولك الأسماك ولا حاجة الحاجات اللي هي دي وبنقض نتخاني عشان طبق السلطة وعشان الخضار وأكل بره بقى بالنسبة لهم لو هيكل صندوش ده قمة السعادة اللي في الحياة في حاجات تانية بجانب التغذية إن أنا لازم أرعيها إيه بقى؟ لازم ينام عدد ساعات نوم كفاية كم ساعة؟ من سبعة لثمان ساعات البناء أدم الطبيعي لا الأطفال ممكن يوصل لعشرة؟ ده لو هو مريض إحنا بنتكلم ده لا بيقولوا يعني أفضل النوم كم؟ سبعة؟ الأطفال اللي هما خمس ستة سنين سبعة سنين ينام من سبعة لثمان ساعات من ستة لثمان ساعات على حسب في طبيعة بتختلف من طفل طبعا دي نقطة النقطة التانية طب إيه أهمية النوم إن المخ ما بيستردعش غير فترة النوم والمخ بيرسخ المعلومات اللي ذاكرها في فترة النوم يسيف النوم ده مهم نشرب مية الجفاف بيؤدي لعدم وجود المغازيات إنها توصل للدور الدموية توصلها للمخ كلمة مش عطشون دي ما نستسلمش لي دي كارسة دي كارسة نازم نتعود نشرب كل شوية حاجة صغيرة حتى لو مش عطشون من المية من المصدر اللي خلقوا ربنا مش من الشاي والقهوة من العصر المية الليتها تقلل التركيز جدا نيجي بقى للسترس والخوف عشان كده بنقول للطلبة لما يذاكروا من أول السنة غير ما يذاكروا هو مضطر كل ما هو بيخاف ومضطرب وقلقان وجعان وبردان مش هتوصل المعلومات حتى لو كان بياخد قهوة وشاي حتى للطلبة بتقع الجماعات والطلبة بتقع سانهم بينسي مش هيفتكر أي معلومة ويبتري يطلقبط ويبتري يضطرب ليه؟ لأن الطلب بيعمل في مركز في المخ بيعمله بلوك هو مركز الزاكرة بيعمله بلوك بيوقفه عشان كده الإنسان لو شنج وخاف كده مرة واحدة يبقى مش قدري فكر مش عشان هو ما ذاكرش يعني لو واحد بيذاكر من أول السنة بس هو طبيعته الخوف هل في أكلات أو حاجة معينة أقول أصلي دي بتهديه بتخليه ما يبقاش متوتر؟ أولا كل المقليات وخاصة البطاطس والحاجات المحمرات والمسبكات دي كلها دي بتقلل وصول العناصر الغذائية الضررية للمخ اللي بتقلل من الدورة الدموية للمخ اللي بتأثر على مراكز الزاكرة المقليات والمسبكات كمية السكريات لما يكون كبيرة جدا دي ناس كل معظم الأكل حتى لما يأكل أكل عادي بيأكل كمية السكريات السكريات الكتيرة جدا بتعمل دمج وتلب في الخلايا وخاصة اللي بتغذي المخ يبقى قلنا كمية السكريات المقليات والمسبكات ثانيا فيه عنصر هو ليس غذائي إنما عنصر مهم إيه؟ لو أنا هأكل الطفل ده يستحسن أن يكون فيه تواصل بينه وبين أطفال تواصل بينه وبين أمه تواصل بينه وبين أهله لأن كل ما بتزيد كمية الوحدة أنه هو قاعد بيأكل لوحده بيأكل كمية ليلة جدا ثانيا بتأثر عن نفسها وبتأثر على الإنزيمات الهاضمة فما بتخليش فيه درجة استفادة طبعا ولذلك اللي يقعد لوحده ده بيبقى فهمنا مش عاوزينه يبقى منعزل يبقى ثلاث عوامل التمرينات الرياضية طب أنا مش قادر إن أنا مارسة من النطر دي أمشي وأتحرك الماشي والحركة أقل أبسط أنواع الرياضة أسيبه يلعب شوية نطة حتى دي هدامك ولازم يخرج الطاقة اللي عنده ولازم يغير من النفسية والتركيب ومش لازم إن أنا كل شوية أقل لا ده هو عنده مشكلة ولازم أوصله للأخصاء الاجتماعي وإن المشكلة دي كبيرة جدا لأن نفسيا أنا لما أقعد أقرر له هذا الموضوع وهو بيشوف تلامزة وطلبة كتير جدا ربما ما يعرفوه الظروفه الغذائية أو ظروفه النفسية أو ظروفه العائلية بيأثر عليه من جوه بيعمل رواصب فبيخليه غير قادر على إنه يتواصل أنا أنا عنده مشكلة في الوقت بيخلص يا دكتور الحاجات الدهنية الدهون الكتيرة الوجبات السريعة الحاجات دي اللي فيها نسبة دهون هل دي بتأثر على الأكسجين اللي حضرتك طلبه عشان مو دي بتسبب أكتر مواد بتسبب سمنة هي الفاست فود لأن دي دهون مشبعة وكمان مش دهون مشبعة ياريتها إنها دهون مشبعة لس دي بيجيبوا زيوت ويهضرجوها وبعض الإعلانات اللي في التلفزيون مش هنتكلم عن أي منتج يقعد يقول لك دي مش مهدرجة أنا عارف إنها مش مهدرجة زي زيت النخيل أنا هتكلم بس عن الحاجة دي أنا عارف إنها مش مهدرجة بس طبيعي تكوين زيت النخيل فيه كمية دهون أحماض الدهنية مشبعة بكمية كبيرة جدا لدرجة إنه هو على درجة حرط الجو العادي جدا بيعمل زي السمنة معظم البسكويتات اللي موجودة في السوق على رف بارم كيرنل أويل زيوت النخيل أو إنه بيخلطوا بقى ودي الكارسة الكبرى ليه التخليط خلط زيت سوية مع زيت عباد مع أي زيت تاني أو زيت كنول بيبقى مكتوبة الخليط ليه؟ عشان بيرفع من درجة حرارة الفراينج أو القلي فما بيخلي فبيضطر إنه أنت عاوز تحمل حاجة فبيرفع من درجة حرارة المادة دي إذا ناكل الأكل اللي عملوا ربنا بالطريقة اللي عملها ربنا ومش الأكلات الغالية مش الأكلات اللي مش عارفة أنا قلت فيتامين سي موجود في البرتقان والجوافة والاستفاندي نتكلم على فول وبيض ولبن وحاجات خارجة حلوان سلطة الزبادي اللي بالفاكهة بالفاكهة؟ الزبادي اللي بالفاكهة محطوط عليه توت محطوط عليه إيه بحيل؟ مش ده مفيد جد لأن إذا بادي فيه بروتين ده مهم جدا فيه البروبايوتيك والبريبايوتيك اللي هي بتساعد الجهاز الهضمي أن تتخلص من الميكروبات الضارة أو بتخلص من الميكروبات اللي موجودة الحمل الضار وبتساعد الميكروبات المفيدة أن هي تنمج داخل الجزء اشتريته أنا بفاكهة عملته في البيت لازم نبتدي نستخدم الحاجات الطبيعية نبتدي شوية تمارين رياضية النوم الصح شرب الميا لقلل الاسترس نذاكر ونبتدي نجهز نفسنا يحصل اختلاط خلطة اجتماعية ما ينفعش العزل لأحد أسباب الاسترس بشكرك جدا يا دكتور على كل المعلومات القيمة دايما وجود حضرتك معنا بيبقى ثاري ومفيد بشكرك حضرتك جدا الأستاذ الدكتور محمد مسعود المدير التنفيذي لمركز معلومات الأمن الغذائي نورتنا جدا شكرا يا فن نورتنا يا دكتور وفدتنا دايما حضرتك إضافة صباح الفل شكرا يا فن شكرا لوجودك نشكر كمان حضرتك جدا على حسن وطبيعتك دينا في حلقة النهاردة يا رب الحلقة تفون عجبتكم وان شاف يعني كانت عندنا معلومات كتير كانت مفيدة النهاردة متمنى لكم أجازة سعيدة ونتقابل معاكم يوم السبت إن شاء الله تسعة الصبح يومكم جميل صباح الفل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة